مساء الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان من خلالكم بدي أعمل رسالة للرئيس سعد الحريري رقم اثنان بالمقابل كمان بدي أعمل تعليق خلونا نبلش بالتعليق الأولين عمبارة بما قال للاستاذ جهاد الخازن بجريد الحياة أنه اجتمع الرئيس فرانكلين روسفيلد بالبحيرات بالبحر الأحمر مع الملك عبد العزيز ابن سعود وعرضوا عليه قضية اليهود في فلسطين يعني بتصور أنا لو كان حظنا مهم ما رفض الفكرة رأسا الملك عبد العزيز كان أطفاوض علي وين كنا وصلنا؟ كنا وصلنا شغلي مهمة كتير يعني نفس الشي كمان الرئيس بشير الجميل السعودية قالت له من وفق عليك يعني من خلي العالم الاسلامي وفق عليك برئاسة الجمهورية بلبنان ما توقع مع الاسرائيليين معاهدة سلام كمان انت استراتيجي غلطة كبيرة يلو السعوديين أولولوا ووقع وجميع الفلسطينيين بيتجردوا الفلسطينيين ومن صليحهم صليح بيكون في أمن لألوم مواطنين عاديين بلبنان اللي يستعملوا الإعلام مركز كإعلام يبيرو كده حقهم؟ بالحاية كمان كانت استراتيجية كمان مخطئة ليك وين وصلنا؟ هلأ حضرت الرئيس سعد الحريرة ليك بعد هالحدستان القلطلق عنهم كانت ساكن بريز بثمانينات وأحد العقول الفرنسيين بيقول لي مشكلتك اللبنانيين انه بتتزاكوا عالشاطر أو تتشاطروا عالزكي وهي دي ما تزمن نفس الشي هلو إذا كنا اللبنانيين الوطنيين الديمقراطيين المنآمن بالحرية والديمقراطية والطريقة البرلمانية بناء الدولة وقف الفساد محاكمة الأزعار فتح ملفات إذا القضاط بيقبلوا فتح بيقبلوا أي فتح ملف ما نقدم للدوكيمان بيدرسوه بيقولوا لا هذا ما قلنا حق فيه هذا قلنا حق نفتحه هاي دي بتكون شغلي بس إذا كنا عم نرجع لكلمة العقل الفرنسي اللي حكاها إذا كنا عم نتزاكى عالشاطر أو عم نتشاطر عالزكة يعني إذا كنا عم نعمل هالسياسي هاي دي مع الشعب السوري البطل الشعب اللي انتفض من أجل الحرية والديمقراطية وكان يعيد بالشوارع لي معه فرد ولي معه خرطوشة حرية حرية سلمية سلمية إذا كنا عم نتزاكى هاي ما بتزبط يعني إذا كنا بكل إخلاص مثل ما قلت برسالتي الأولينية عم نودة أو بالأحرى عم نترك حزب الله الجهاز الأمني الإيراني السوري حزب الله بيستعمال لبنان كمنتجع وكما مر من البور للمطور للميزانية العمية يا جماعة وإنه المقاطلين طبعا تيرتاحوا بيجو على لبنان منتجع بيستعملوا المال العام المال العام بيستعملوا بطل يأتيني مثل الأدوية والمستشفيات كله بلاش خدا تيفوتوا يدبحوا الشعب السوري ما نظبته الشعب السوري عارفين والطياد السورية بالمعارضة الوطنية عارفين ما حتخلي اللبنانيين يستعملوا الأسلوب اللي يستعملوا مع الإسرائيليين منتزاكى على الشاطر أو منتشاطر على الزكاة ما ما نظبته أبدا بحب قولك حضرة الرئيس سعد الحريري يمكن ما حدا عم بيقول لك أو يمكن عم بيقولولك وحده أربعين ألف مقاطل شي من الجيش شي ميليشي اللي بدك يقوله من شيعة أفغانستان وشيعة الباكستان ومن إيران ومن الشيعة العراقيين وشيعة حزب الله اللبناني وحده أربعين ألف مقاطل عم بيقاطلوا بسوريا بقيادة عسكرية موحدة إيرانية حزب الله والجيش النظامي بسوريا ما بأسكر بيات الأسد ما بأقلن علاقة بشي وحده أربعين ألف ميليشيا موجودة عنصر ميليشيا موجودين عم بيقاطلوا بسوريا مش بدك من استراتيجيات من عجل من أجل عائلي ونظام عار فساد ارهاب خيانة بدك يقوله يعني هايدي هايدي يعني أنه أنت منك مودة بعض الميليشيا من عندك بتتقاطل معهم الستي سهيلات اللي عم بتصير بلبنان يعني هايدي الشعب السوري مو شايفه أنه هاللبنانيين مشتركين فيه يعني متل ما قلت مبارح بالرسالة تبعي البترك المارونة أربع سنين خوت خوتنا خوتنا أقليات والأقليات والمنطقة أقليات وأقليات وأقليات أما 41 ألف 41 ألف ترجع تكرر هذا الكلام أنت هلا صرت بتأسف أني أحكي هالحكي بس صرت بدي أحكيه أنت ووليد جنبلات والبترك المارونة بشارة الراعي وسليمان فرنجي وميشيل عانو ونبيه برلي صرتوا كل كنفارت خوني تقريبا هذا في شي غير طبيعي بلبنان ما أنا قدرين نعمل شي اعلنوا أنه نحنا أعلننا العصيان المدني دولي ما منقبل فيها هيك ما عم تطلعوا عم بتقولوا تعوطين طفابود وبنترك الشعب السوري عم بندبح انتصر الشعب السوري بنستعمله ما أنا الضغطه من التزاكع على الشاطر من التشاطر على الزكة ما بتثبت أبدا 41 ألف مقاطل شيعي من الطائف الشيعي الكريمي مستعملين وبعض العملاء من غير الطائف الشيعي الكريمي بالمصريات بيعوا نفسهم تيقتلوا شعب سوريا البريق ما بتركب بالراس يا حضرة الرئيس سعد الحير ما بعرف بتكن انت ما أنا شغلتي السياسي لو بعرف بالسياسي كنت بغد مركزك ما عندي ما بعرف بالسياسي بس بعرف كلبناني من الطائفة المارونية الكريمي بدي أبدي رأيي أنا حر إيه ده رأيي لا يا أخوان لا يا أخوان برجع بكرر المثلث الثلاثي المرح بشورة الروعي وسليمان الفرنجي ومشيل عن لا لا أيديكن موصحة كتير بدم الشعب السوري ليكو أقوى منكم بكتير بيت الأساب أقوى بكتير وهم معلمينكم لك هالآخرة وهم بدين يعظى كيف بدين يعظى كيف بدين يكفى كيف الجال الأول يلي السليمان الفرنجي بيحكي عنهم بيقول حافظة بيسلم بعد بشور كيف بدوا يعيش هاك بيضل قعد بمحله وحيصر حيله ومخبة حيله ليه بيقدر يروح على مطعم وليلا حيقدر يروح لمحال ما بيقدر يسافر بدين يلحقوهكم هادا هاك الطريقة المشين فيها واضحة عم بتقتلوهن لولادهم واطفالهم عم بتدمروهن بلادهم فلذلك انا بشوف انه الرئيس سعد الحريري لا لا ايدي حساباتك كله ايدي حساباتك كله اللي ما عم بيقلك يا عم بيك زيب مينين بالمئة من سنة لبنان لا ما نمعين غيروا رأيين لا انا عم بللك اللي رح تعملني مشاريقة لطرابلوس ولا بيخلوك تمد على الميزانية بيخلوك تمد على الميزانية عطريق جيبرون بسيل واسليمين فرنجي وميشيل عن صروق عبي جيبتك طهو نجيب ميقاطي عبو جيبكو بس تعملو مشاريق لمدينة طرابلس والعكار ما بيخلوك انه لضمين الكل بتكنية بالوعم هادا اللي بعرفو عم ببدي رأي في وحده واربعين ألف يا جماعي هلا هلا عم بقولوا انه المعارضة الإيرانية ما تنسوا المعارضة الإيرانية هي اللي كشفت البرنامج النووي اللي عن ينعمل الكشفوا مركز انهن عن يعملوه متخبسنين فيه واضحه خبس كذب احتيار غدر خياني اطل اللي بتسألوني كيف تعلمت الارتودوكسيين المسيحيين السوريين الجوع بريس استعملوها عكل الناس خبس كذب باعتيال غدر قياني هوليك الأنظيم يبي اطلب هادي هي كلها سواه قبل الريو الغيم قبل رجعاصه هاي شغلي بتخصهم هادي الحقيقة الكاملة زيارك حضرة الرئيس سعد الحريري نبريم عيد عيد كل حساباتك بتقلي شو بتنصحني ماني مستشار مهمة تقنصحك بس هيك عفوي بجيوبة ارجاع حل ما كنت قعي احسن لك وانسب لك ما بستقبل خارض الظهر شايف اكتر منك خالد النائب خالد الظهر ومصباح الاحد بشايفين اكتر منك يقولوا الولاد منطقة ووعدين فيها شايفينها اكتر منك وبيعرفوا اكتر منك ايه شايفينها اكتر منك فلذلك بقولك واحد واربعين الف ميليشيا شيعية ومأجورة موجودة عقرب سوريا تقتل الشعب السوري البطل لا يا حضرة البطل ياركب شار الروعين مشترك مية بالمية ويداك ملوخيت ملوخيت ملوطقين بدم الشعب السوري انت واسليمين فرنجية ومشيل عم وش بدي من الاسلام البوئيين اللي بتسموهن انتو وزراء ونواب شي وزراء وشي نواب هال مو نوفقين هال بي نوفقوا من اجر مصلحين وباس شكرا والف شكر يا اصحاب اقلام الحراء بلبنان